أكد وزير الداخلية محمود توفيق على حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة في دوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وخلال لقائي مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف الصباح أكد توفيق على حتمية تضافر جهود لمحاصرة وإنهاء كافة الظواهر السلبية الناجمة عن جرائم المنظمة والإلكترونية بمختلف أشكالها في ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية هذا ونقش الوزيران أوجه التعاون بين وزارتين الداخلية في البلدين وأسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك شكرا